بعد رز تلاعب بأسعار صرف الدولار بطرق غير قانونية مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تطلق حملة لوقف المضاربات غير الأصولية في أسواق العاصمة وغلق بعض المكاتب التي تتعامل ببيع وشراء العملات خلافا لقرارات البنك المركزي فضلا عن تجديد الرقابة القانونية هناك بعض الحالات التي تنافي القوانين ومنها قضية بيع العملة خارج نطاق البنك المركزي وقوانين البنك المركزي أيضا هناك مكاتب غير مجازة وهذا أيضا يشكل خلق للقانون لذلك مديرية مكافحة الجريمة المنظمة أطلقت حملة لمكافحة قضية المضاربات من خلال محلات غير مجازهية بالأساس وأيضا تجديد الرقابة على المنافذ التي تستلم عملة الدولار بالسعر وتبيعها بالسعر مغاير لما هو مقرر وتسير الحكومة باتجاه اتخاذ قرارات تسهم في استقرار العملة المحلية وعدم الضرر بالمواطنين خبراء الاقتصاد عزوا تقلبات أسعار الدولار إلى جملة من الأسباب فضلا عن الإشارة إلى حلول مشتركة بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي وجهات أخرى لوضع آليات تؤدي إلى استقرار الاقتصاد العراقي كلما أحسننا إدارة ملف الاستيرات كلما كان هناك إمكانية لعودة السعر على ما كان عليه هناك بعض السلع ذات طابع دولاري لا يمكن أن تباع بالدينار العراقي ستتأثر بسعر السوق الموازي التعاون بين البنك المركزي والسياسة الحكومية والفيدرالي الأمريكي ستساهم في إعادة تأهيل الاقتصاد العراقي لكي يكون اقتصاد دولي وتأتي المتابعة الأمنية لأماكن بيع العملة الأجنبية بهدف عدم استغلال المواطنين وبيعهم الدولار بأكثر مما هو مقرر فضلا عن إغلاق منافذ البيع غير الرسمية المتسببة بإحداث الفوضى داخل السوق سجا جاسم العراقي الإخبارية بغداد